يعني حاولين طبيعة الدور يعني احنا مثلا فجئنا في أدوار غريبة ويمكن فيه كتب بعد كده لما المسائق بيبدأ يوفرج عنها كتاب اللي صدر قبل سنوات في القاهرة تم ترجمته اللي هو بيتكلم من يدفع للزمار كتاب اللي بيتكلم عن أن المخابرات الغربية وقفت ضد أو معها حتى أنها تطلع أنواع من الفنون مدرسة زي المدرسة التجريدية مجلة زي مجلة الشعر غيرها للتأثير في العقول إيه طبيعة الدور اللي ممكن المخابرات تلعب فيه للتأثير إحنا دايما بنتصور دور المخابرات زي ما عرفناهم في المسلسلات بتاعة رقفة الهجان وفيلم الصعود للهوية يعني عرفنا على الطريقة اللي بيكتبها رواد هذه الكتابة زي صالح مرسي وغيره إيه الفرق من عمليات المخابرات اللي بنشوفها في الأفلام ومن اللي بيحصل في الحقيقة الدور الرئيسي هو إنتاج المعلومات يعني بنجمع معلومات وبعدين أو بنجمع أخبار ومعلومات نجمع كل ما يمكن جمعه ثم ننتج منه أخبار تقدم إلى جهات الاختصاص اللي بتتخذ القرار هل ممكن أن جهاز المخابرات يتحول في مرات إلا أنه يبقى جهة الاختصاص التي تتخذ القرار لا 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 ومن ليه في الفترة الأخيرة بنسمع يعني مثلا خلينا ناخد حتى مثل قريب لما متكلم عن الساحة الليبية لما متكلم حتى عن مصر في وقت كان في قبضة الدولة رخوة جدا بعد الثورة المصرية بنتكلم عن أدوار لأجهزة المخابرات أكثر مما بنتكلم عن أدوار سياسية لا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في الاتحاد السوفيتي ولا في مصر ولا في الصين أجهزة المخابرات تتخذ قرار أجهزة المخابرات بتعرض على المسؤولين السياسيين المعلومات المنتجة على مسؤوليتها وهي بتحاول تكون معلومات دقيقة قدر الإمكان هنا في مصر أما في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية فلا يخفى على كل سادة المشاهدين الكرام أن هناك عناصر صهيونية ليس بالضرورة أن تكون يهودية لأن هناك جهات مختصة أو أشخاص متعاطفين مع الفكر الصهيوني ففي جهات بتلون المعلومات لصالح الدولة الصهيونية اللي هي إسرائيل وبالتالي بتضر بمصالح دولها وأحياناً بنلاقي دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية ككل متعاطفة مع الفكر الصهيوني لدوافع موجودة ومش موضع الإشارة إليها لكن إحنا في النهاية بنقول أن أجهزة المخابرات بتنتج معلومات هل تتدخل أحياناً للتأثير في الأحداث؟ لا تتدخل على الإطلاق أنا بتكلم هنا على مستوى دولي يعني لما بنتكلم عن دول مفتوحة وساحة صراعة وفيها نزاعات ممكن تبقى مسلحة أحياناً هل إيه الدور اللي ممكن تلعبه أجهزة المخابرات مثلاً في دولة زي إليها؟ أجهزة المخابرات بتدرس من الدول الأخرى؟ أول حاجة بتدرس الواقع الليبي أنا الأول أهداف سألت أول حاناً بالطرين أنت أوقف عند أزن العشاء ونجح نكمل من الدخل نعم أهداف شيئا جدا ترجمة نانسي قنقر